ينضم إلينا من إسطنبول المحلل العسكري الاستراتيجي العميد ركن أحمد رحال سعادة العميد إلى أي مدى ستذهب تصريحات ديمستورا واتهامه لنظام الأسد بتصعيد الهجوم على الغوطة الشرقية تحياتي لك ولمشاهديك الكرام يعني على مدار السبع السنوات على مدار كل جولات التفاوض إن كان في أستانا أو في جينيف أو في كل الجلسات التي تعقدت بالشأن السوري المجتمع الدولي حمل النظام الأسد ومن خلفه طهران وموسكو من أنها المسؤولة عن الجرائم والمجازر وتعطيل أي حل سياسي في سوريا جميعنا يدرك أن بشار الأسد فقد قراره السياسي لصالح موسكو وفقد قراره العسكري لصالح طهران وبالتالي أصبحت مهمة شرانت وجود تلك الميليشيات الطائفية أيضا المجتمع الدولي أتحفن بالشجب والتنديد والاستنكار وتحميل مسؤولة نظام الأسد ومن يدعمه في سوريا وبالتالي هذا الكلام لم يعد يجدي نفعنا على المجتمع الدولي أن يدرك من أن حل عسكري من أن هناك ضغط حقيقي على طهران وموسكو ونظام الأسد يجب أن يكون من أجل إنقاذ الشعب السوري اليوم يرتكب في سوريا مجازر يندلها الجبين هناك انتهاك للقانون الدولي هناك انتهاك الأعراف الدولية هناك انتهاك لأحرار وحرائر السورة السورية وبالتالي المجتمع الدولي لم يعد يجدي نفعا البقاء في عملية تحميل المسؤولية لدينا 11 مليون مشرد ونازح لدينا حوالي مليون شهيد ومليون مصاب ومعاق وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية اتجاه مأساة العصر التي تحصل في سوريا نعم سعد العميد من هو المسؤول عن التخاذل في تمادي النظام باستمرار استهداف الغوطة وها هي الحصيلة نراها ترتفع في يوم واحد إلى 94 قتيلا يعني يبدو هذا النظام الذي تعبت عليه المافيا العالمية الماسونية العالمية تعبت عليه هذا النظام الدولي المتهالك على مدار 50 عام لا أريد أن يتخلص منه استخدم الأسلحة الكيموية استخدم الأسلحة العنقودية استخدم الفوسفورم لم يترك سلاح إلا استخدمه ضد الشعب السوري ولم امتلك السلاح النووي لا استخدمه أيضا وبالتالي المجتمع الدولي اليوم أمام هذا التخاذل يعني لا نستطيع أيضا أن نقول تخاذل نحن نستطيع اليوم أن نقول هذا المجتمع الدولي أصبح شريك فيما يحصل في سوريا بدليل أن كل قرارات مجلس الأمن لم تطبق كل التهديدات التي أطلقت والخطوط الحمراء تجاوزها نظام الأسد مدعوما من طهران بعملية عدم استقرار في المنطقة في عملية مجازر وقتل للشعب السوري وبالتالي المجتمع الدولي اليوم يتحمل لذلك اليوم نحن أمام المجتمع الدولي أمام استحقاق كبير يجب أن يكون لديه فعل حقيقي تجاه سوريا وإلا أصبحت المنظومة الدولية في حالة شك وفي حالة عدم قدرة على ضبط ما يحصل في سوريا يجب أن ضد بطهران بالدرجة الأولى ومن بعدها موسك نعم سعادة العميد حديثك هذا يقودني إلى سؤال كيف نفسر ازدياد عدد النازحين من الغوطة جراء القصف وهل هناك تعامل إيجابي من المنظمات الدولية ومن المجتمع الدولي مع القضية السورية يعني عندما سألنا ماذا يحصل في الغوطة من النشطين والمراسلين الإعلاميين قالوا نحن في قيام صغرى من يعلم ما يحصل في الغوطة وكيف عندما اقتربت ميليشيات طهران من المجمعات السكنية هناك صواريخ تلقى على كل متر مربع هناك قزيفة أو صاروخ أو هناك قزيفة هاون الغوطة الشرقية اليوم تدمر الغوطة الشرقية تباد الغوطة الشرقية تحرق من قبل ميليشيات طهران ومن قبل ميليشيات الأسد والطيران الروسي من يقوم بالتغطية الجوية وارتكاب كل تلك المجاذر وبالتالي أهالي تلك المنطقة ماذا يفعلون معظم الملاجئ تحولت إلى قبور لم يعد هناك فرصة للسكن لا توجد إسعافات لا توجد إغاسة لا توجد دفاع مدني دمرت كل شيء كل مرافق الحياة دمرت وبالتالي هذا الشاب أين يذهب لا يستطيع هو يبحث عن طريق نجاة حتى لو كان باتجاه النظام وهو يدرك أن ذهابه إلى النظام يعني أنه أصبح فيه معتقل وهذا ما وجدناه بالأمس كيف هو وضعه فيه سكنات ومنهم من استخدم دروع بشرية أمام دبابات الأسد التي تقدمت بتجاه السواء وحمرية نعم ولكن لماذا برأيك لماذا الغوطة ما هي الأهمية لها بالنسبة للنظام والمليشياء الأسد يعني أولا النظام لم يعد لديه هم في سوريا إلا هم واحد فقط هو البقاء في كرسي السلطة الغوطة الشرقية هي أهمية إيرانية لو بحثت في الجغرافية السورية ومحيط مدينة دمشق بعد أن استطعت أن تفتح الطريق العابر من طهران عبر العراق عبر التنف وصولا طريق دمشق بغداد وصولا إلى طريق بيروت أيضا قامت إيران بتأمين محيط دمشق هي سيطرت على القلمون الغربي سيطرت على إجزام القلمون الشرقي سيطرت على وادي برادة سيطرت على سهل مضايا والزبداني سيطرت على الغوطة الغربية ودارية واليوم لم تبقى إلا الغوطة الشرقية كي تكمل الحزام حول مدينة دمشق وتجعل منها بغداد أخرى تسيطر عليها من قبل ميليشيات طائفية عبر الجغرافية التي أحاطت بها بغداد واليوم تحيط بها دمشق لذلك قلنا إذا سقطت الغوطة فهذا يعني أن دمشق أصبحت مرتهن لدى طهران وأن أبوهيد دمشق أصبحت في قطر المحلل العسكري الاستراتيجي العميد ركن أحمد رحال شكرا جزيلا لك